أعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت مبلغا من المال وذلك قبل إسلامه ليهجو به النبي صلى الله عليه وسلم فوقف حسان على ربوة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لينظر إلى صفة من صفاته ليهجوه بها ومر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مر جميل الشيام مر مصراح الظلم مر جميل الشيام مر مصراح الظلم فلما رأى حسان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرق بطلعته البهية وأنواره السنية قذف الله عز وجل النور في قلبه فانشرح صدره استنار وجهه رجع إلى القوم ورد لهم المال قال هذه أموالكم ليس لي فيها حاجة أما هذا الذي أردتم أن أهجوه اللهم إني أشهدك أني أشهد أنه رسول الله قالوا ماذا دهاك ما لهذا أرسلناك فأجابهم بقوله لما رأيت أنواره سطع وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت كحلية نسجت من الأنجم الزكري من الأنجم الزكري لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر كحليات نسجت من الأنجم الزهري هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نور على نور يأخذ بالألباب والقلوب أراد حسان أن يسبه ويهجوه فلما رآه أحبه ومدحه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر